احنا هنقول الاكلات اللي احنا هنأكلها وتبقى موجودة في نظام الغذائي بتاعي من ضمنها الدهون الصحية يلا الدهون الصحية اصلا انا محتاجة ان انا ادخلها لان احنا بنفتكر ان الدهون دي عدوانة الدهون دي هي اللي حتتخاني بالعكس انا محتاجاها لان هي مليانة اصلا كلها فوايدلية فيه من ضمنها الحاجات اللي هي زي الاسماك مليانة اوميجا ثري انا محتاجاها ان انا اكلها الافوكادو مليان كلها كلها دهون صحية المكسرات الناية أنا برضو محتاجاها الناس أول ما تبدأ تقول أنا عايزة أكل أكل صحي تروح شايلة على طول مكسرات وشايلة كل الدهون من أكلها وده يعني من الحاجات اللي مش كويسة أبدا لأن ده بيخلي عناصر كتير بنفتقدها زي الفيتامينات لو الفيتامين A والD والA والK دول الفيتامينات مش بيمتصوا في جسمي إلا بوجود الدهون فأنا لو أصلا مكلتهمش فبالتالي الفيتامينات دي الجسمي مش هيمتصها فأنا محتاجاها في أكل اليوم محتاجة كمان من الحاجات اللي أنا محتاجاها على طول مع مريض السرطان كل الخضار الورقي اللي هو زي البروكلي زي السبانخ زي البقدونس زي الجرجير كل الأكل اللي هو الورق الأخضر أنا محتاجا أن أنا أكله فبقى ممكن في السلطة ممكن في شربة خضار زي ما هو ينفع يغضو محتاجة الفواكه الفواكه اللي هي بتحتوي على فيتامين سي اللي فيها الكيوي كل عائلة التوت الفراولة حلوة جدا ونحن دلوقتي بفصل الشتف هي أصلا متواجدة المنجة القشطة الخضراء رهيبة مليانة كم فيتامينات خطيرة عندي بعد كده كل الحبوب الكاملة محتاجة أن أنا أدخلها في أكلي فعندي بليلة عندي سريك عندي شوفان ده كلهم برضو حاجات كلها متواجدة مش حاجات حتى نقصة عندي الحبوب زي ما أنا جايباها حبوب الشياء حبوب بزرق الكتان حبوب بزرق اليقطين وعندي عباد اللي هو دوار الشمس اللي هو ايه بالراحة بالراحة قولي كده واحدة واحدة تاني الحبوب اللي أنا محتاجة أن هي تكون دخلالي في أكلي من اليمين من البني ده دوت بزرق كتان حال دي كل دول هحطهم على الصلاة هقدر أحطهم على الشربة وبالتالي هم متوفرين موجودين حتى في العطار مش لازم أروح لأماكن غالية قوليهم بقى تاني كده ده بزرق الكتان ده بزرق اليقطين بتاع قرع العسل وده دوار الشمس ودي بزور الشياء طيب دول يتحطوا على الصلاة صلاة يتحطوا كمان على الشربة ممكن حيبقى مفيد جدا للشربة مرضى السرطان بس ولا على فكرة أكل مرضى السرطان هو الأكل اللي مفروض للبني آدم الطبيعي يأكله لكن احنا بقول خلاص مريض السرطان هو اتشخص بالمرض ده طيب أنا محتاجة زي ما انت قلتي إن أنا إيه الأكل اللي قويني لأن أنا دلوقتي مريض السرطان بيتعرض لعمليات هدمة جبيرة جدا فترة العلاج بتبقى طويلة قوي طيب أنا محتاجة أكل وغيزة جامد محتاجة إن أنا أبقى دخل العملية أنا جسمي قوي يتحمل إن الكيموي مش حاجة سهلة مش حاجة هينا فمحتاج إن أنا أبقى دخل جسم قوي داخل كل العمليات داخل الإشعاع داخل الكيموي فأنا لو جسمي ضعيف أنا هستحمل ده كل إزاي ده بالعكس ده ممكن يأخرني أن أنا أصلا العملية ما أقدرش عملها لأن أنا أصلا ضعيفة وخصوصا كمان أن مريض السرطان بيتعرض بعد فترات وخصوصا أول أسبوع يعني منقول من أول يوم لغاية تالت يوم من العلاج الكيماوي أنه بيتغير طعم الأكل بيتغير كل حاجة يعني بتحسي أن فيه أكلات بيحبها مش قادر يأكلها غير أنه صعب يأكل أكلات تقيلة ففيه أنا حطا لهم النهاردة إيه الحاجات اللي ممكن نأخدها سهلة ونقدر نستخدمها مع الكيماوي فممكن نأخد الشربة الشربة من الحاجات السهلة حاجات اللي هي ممكن تبلعيها شربة لسفور يعني خلينا عايزين قيمة غذائية في الأكل أنا ما همنيش أكله خلاص أنا همني أكتر يبقى شربة خضار ممكن أعمل شربة أرع عسل ممكن أعمل شربة العضم وفيه ده بروكلي طبعا ممكن أعمل كل الكوسة والبروكلي والأرع العسل شربة خضار وشربة العضم فدي كلها شربة عتس العتس مليان يعني ده أصلا بروتين نباتي فأنا واخد قيمة غذائية حطيت على شربة العتس بقى حطيت توست مثلا أو بلاش توست عيش بلدي حمصته وحطيته على وش الشرب حطيت أي حاجة أنا بحبها أو لقيتها أن هي تبقى ظريفة زي بزور اليقطسين على وش الشربة بقت أصلا دعمها حلو حتى بقى الشكل كمان حلو ممكن أشرب سمودي أو العصاير اللي هي ممكن تضرب في الخلاط وممكن بيتحط معيها أحط لبن أو أحط زبايدي معيها أحط معها فراولة أحط معها أي فاكهة أنا بحبها أي حاجة من البزور دي ممكن كلها على فكرة وروح تضربها في الخلاط عمل زي البودينغ وقد تقيمة غزائية عالية نزل التردد الجديد 11.785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5 على 6